بقدرة استيعابية فوق الستة آلاف سرير خمسة وعشرون شاطئاً وعشر مناطق للتوسع السياحي تعتبر ولاية عنتي موشينت مقصداً سياحياً هاماً خصوصاً للعائلات حيث سجلت المؤسسة الفندقية بالولاية إقبالاً معتبراً هذا الموسم عنتي موشنت رحيم شهرة بالاستقبال بالعائلات ونحن لا ستركنتورة هنا ستركني رونو مبيبور إنستركنتور فامليال لأنه غير العائلات كل عام يجب أن يدروا شيء أحسن على العملية فات العام هذا نحن رأينا كما اليوم استقبلنا لحد الآن 145 ألف مصطف العام هذا نحن نخدمه مع البراتفورم البراتفورم نحن في فرنسا، نحن في خسنطينة، نحن في تبسة، نحن في ألجي وهذه قرية سياحية عائلية 100% ورأينا كومبلي حتى تلك السبتمبر القدرات السياحية للولاية تتنوع من السياحة الشاطئية إلى السياحة الحموية المحطة المعدنية بحمام بحجر تعرف هي الأخرى حراكية سياحية ملحوظة حتى في فصل الصيف نلاحظنا أن الخدمات الموفرة جيدة وكل المصطفين يعني راديين بالخدمات وأيضا فيما يخص المحطة الحموية لحمام بحجر عطينا تعليمات أن ينطلقوا في أشغال معصرنة الجنح الخاص للبنجلوهات يذكر أن القطاع السياحي بالولاية يضم 44 مؤسسة فندقية ينتظر أن يرتفع عددها إلى الضعف في السنوات المقبلة مما سيساهم دون شك في دعم الاقتصاد السياحي محليا